انطلقت اليوم منافسات فئة الشيوخ لكأس صاحب السبو الشيخ محمد بن راشد المكتوم لسباقات الصقور التي تنظمها إدارة بطولات فزاع في مركز حمدان بن محمد لحياء التراث بميدان المركز في منطقة الروية وحلق الطير S30 لمالكه F3S بالصدارة في الشوط الأول رمز جير شاهين فرخ بزمن قدره 17 ثانية و 550 بالألف جزء من الثانية أما في منافسات الشوط الثاني رمز جير شاهين قرناس فذهبت الصدارة للطير S92 للصقور الظفرة واحد بزمن قدره 16 ثانية و 624 جزءا بالألف من الثانية فيما جاء الطير ميراج تربل اكس في المركز الأول في الشوط الثالث نقدي أول جير شاهين فرخ مسجلا زمن قدره 17 ثانية و 492 بالألف جزءا من الثانية ترجمة نانسي قنقر